حث سموه للعهد الشيخ نوافل احمد الجابر الصباح حفظه الله ابناءه الطلب على المزيد من الجهد في مسيرتهم العلمية بما يحقق لهم ما يصبون اليه من تفوق وتميز علمي لخدمة وطنهم والمساهمة في نهضته العصرية وتنميته جاء ذلك خلال استقبال سموه حفظه الله بقصر بيان رؤساء واعضاء فروع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في كل من المملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا وجمهورية مصر العربية وكندا واستراليا حيث اكد سموه ان الطلب حاضر الدولة ومستقبلها وحثهم سموه على ان يكونوا خير سفراء لبلدهم في نقل صورة المشرقة في كافة المحافل العلمية الدولية وان يكونوا على قدر المسئولية وان يتحلوا بالاخلاق العالية وان يكونوا عند حسن ظن وطنهم واهليهم مؤكدا سموه لابنائه الطلبة بانهم محل اهتمام وحرص القيادة السياسية التي لا تتوانى في توفير كافة السبل والوسائل التي تساعدهم في مواصلة تحصيلهم العلمي متمنيا لهم المزيد من التفوق والوصول الى اعلى الدرجات العلمية لخدمة وطنهم الغالي